كما أكد الرئيس سيسي أن هناك تقاربا بوجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما بشأن القضية الفلسطينية واتفق الجانبان على ضرورة بزل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي فضلا عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإغاسية لمناطق القطاع كافة وقد عكست مداولاتنا أيضا تقارب جهة النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث توفقنا على ضرورة بزل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط فضلا عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاسية لمناطق القطاع كافة مع الإنخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية